بتقول إن في تحذيرات بدأت للسكان في الشمال مرة أخرى بقصف جوي آخر؟ بالضبط يا فنم ولا بقتحمات؟ لا يا فنم بقصف جوي النهاردة الـ F-16 بتهاجم المناطق في شمال القطاع بتهاجم المخيمات اللي موجودة في تمانطقة شمال القطاع في مجزرة ارتكبت في النهاردة في مخيم جباليا عدو إسرائيل الطبيعي في القطاع المخيمات المخيمات رجالة المخيمات المخيمات وليس الأنفاق لا المخيمات أقوى كتير جداً لأن المخيمات فيها ترابط فيها عدد سكاني كبير جداً في عملية تجانس أغلب قادة الحركات خرجوا من المخيمات لأن هما دول المهجرين ما قبل 67 إلى منطقة غزة كان في تخيل أن معظم سكان الشمال قد نزحوا إلى الجنوب لا يا فنم النهاردة هنمتكلم على أن فيه 600 ألف ما زالوا موجودين ما زالوا موجودين غير العائدين غير العائدين بزبط يعني شمال غزة ومحافظة غزة المنطقتين دول فيهم 600 ألف حتى الآن وفشل الجيش الإسرائيلي تماماً في إجبار السكان على ترك بيوتهم ننتقل للجنوب بنسمع دايماً أن خان يونس بيتم دكها حقيقي طول الوقت طول الوقت فان ليه خان يونس؟ خان يونس أولاً لأن حتى لو بصنا بالنظر على وضع القطاع الجغرافي في هذه المنطقة فهنجد أن هي المنطقة الأكثر عمقاً والمنطقة كمان الأكثر في الكسافة السكانية وهذه المنطقة تحديداً في هذا الحيز اللي أنا بشاور عليه بالمؤشر الحيز ده حضرتك الكيرفي ده حضرتك هي منطقة صحراوية ومناطق زراعية دي اللي فيها المناطق بتاعة القرارة ليه شرق خان يونس منطقة عبسان الجديدة وعبسان الكبرى بني سهيلة كل المناطق حضرتك من القرارة وأنا نازل هنا دي اللي بيتركز فيها خط الدفاع الأول لحركات المقاومة الفلسطينية أنا بأكد لحضرتك إن حتى الآن الجيش الإسرائيلي في تقدمه في هذه المنطقة لم يتجاوز 2 كم حتى الآن ترجمة نانسي قنقر